فرنسا تطالب القوى السياسية اللبنانية بتشكيل حكومة جديدة دون تأخير قتلان و14 مصاباً في إطلاق نارب في منطقة روشستر في ولاية نيويورك الأمريكية روسيا تتخطى 6000 إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ أكثر من شهرين الحادية عشر صباحاً التاسعة بتوقيت جرانيتش موجزون إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم في البداية نرجو من جميع المصريين أخبر إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي أهلك وأحمي بلدك دعت فرنسا القوى السياسية اللبنانية للإضلاع بمسؤولياتها وتشكيل حكومة على الفور تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى أديب وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن بلادها تأسفوا لعدم التزام السياسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في مطلع الشهر الجاري وفقاً للإطار الزمني المعلن قالت الشرطة الأمريكية إن شخصين لقياحت فهما وأصيب 14 آخرون خلال إطلاق نار في حفلة وقيمت بفناء خلفي في مدينة روتشستر بولاية نيويورك تم نقل المصابين الأربعة عشر إلى مستشفيين مختلفين أشارت الشرطة إلى أنه لم يتم احتجاز أي مشتبه بهم في تنفيذ الهجوم تواعدت الصين باتخاذ إجراءات مضادة تجاه الولايات المتحدة رداً على قرارها بحقب تطبيقي تيك توك وويتشات في البلاد بدعوة أنهما يشكلاً خطراً على الأمن القومي الأمريكي عربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة لخطوة واشنطن ضد تيك توك ودعتها للكف عن تصرفاتها وصفة تنئيها بالتنمر أظهر آخر إحصاء لحصر كورونا حول العالم إلى ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 30.700.000 حالة كما أشار الحصر إلى أن عدد الوفيات بلغ 956.506 حالات موضحاً أن الولايات المتحدة تصدرات الدول المتضررة من قبل من كورونا واتلتها الهند ثم البرازيل وروسيا وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019 أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن 6065 إصابة بفيروس كورونا و144 حالة وفاة خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية ولأول مرة منذ شهرين تتجاوز الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في روسيا 6 ألف نتيجة لزيادة السلطات الصحية عدد الفحوصات والاختبارات للكشف عن المصابين وذلك بعد العودة المدرسية وبعد انتهاء العطل الصيفية واستئناف مختلف القطاعات لنشاطها الطبيعي نهاية الموجز في الختام محيط علم السادة المشاهدين أن التردد الجديد لأكسرا نيوز 11.785 رأسي شكراً جزيلاً وإلى اللقاء شكراً جزيلاً وإلى اللقاء